اكد الفريق سعيد شنغريحا رئيس واركان الجيش الوطني الشعبي ان القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تبقى لتوجيهات رئيس الجمهورية تولي رعاية خاصة للقوات البحرية نظرا لأهميتها باعتبارها مكونا رئيسيا لا غنى عنه فيما صار حسم النزاعات والصراعات الحديثة جاء ذلك في كلمة للفريق خلال زيارة عمل وتفتيش قعدته اليوم الثلاثة الى قيادة القوات البحرية وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فان هذه الزيارات تنترج في اطار الحرس دائم والمستمر الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتكريس نهج التواصل المباشر مع الافراد والاستماع لانشغالاتهم المهنية والمعيشية لا سيما خلال هذا الشهر الفضيل واكد الفريق في كلمته على الرعاية الخاصة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لقواتها البحرية نظرا لأهميتها باعتبارها مكونا رئيسيا لا غنى عنه في مسار حسم النزاعات والصراعات الحديثة وأورد الفريق لقد رسخت الحروب الأخيرة التي شهدها العالم أهمية القوى البحرية باعتبارها مكونا رئيسيا لا غنى عنه في مسار حسم النزاعات والصراعات الحديثة وذلك نظرا للخصائص المتفردة لهذه القوة على غرار المرونة والاستقلالية والقدرة العالية على المناورة في عرض البحر مما جعلها سلاحا استراتيجيا وحيويا كما أضاف الفريق أن هذه الرعاية تتجلى على وجه الخصوص من خلال السهر على الرفع المتواصل للقدرات العملياتية والقتالية لقواتنا البحرية وجعلها قوة رادعة حقيقية كما أن هذه الرعاية يضيف الفريق تهدف أيضا إلى إعادة الاعتبار للبحرية الجزائرية التي عاشت فترة ذهبية في القرون الماضية وكانت تعد دون منازع سيدة البحار الأولى وقوة يحسب لها ألف حساب في حوض البحر الأبيض المتوسط هذا وفي ختام اللقاء استمع الفريق مطولا لتدخلات واقتراحات إيطارات ومستخدمي قيادة القوات البحرية حيث أزدى لهم بالمناسبة جملة من التوجيهات والتعليمات المتعلقة أساسا بضرورة المحافظة على العتاد الموجود في الحوزة وحسن استعماله وكذا المثابرة على حماية بلادنا من جميع الآفات الخطيرة على غرار الهجة الغير الشرعية والمخدرات واستنزاف مواردنا البحرية